الكشف عن إعداد الاتحاد الأوروبي وثيقة سرية تضمن خطة لمساعدة الفلسطينيين سياسيا وقانونيا واقتصاديا على بسط سيطراتهم على المناطق المصنفة جيم التي تشكل 60% من الضفة الغربية المحتلة قبل بغضب إسرائيلي وترحيب فلسطيني نحن تحدثنا مع كل دول العالم حول أنه لا يمكن القبول بأن يبقى الاحتلال يحاول منع الفلسطين من البناء واستخدام المناطق المصنفة تحت بنت سي هذا الأمر لا يمكن قول به وبالتالي يعني العديد من الأراضي الفلسطينية المصنفة تحت ذا البنت تحاول حكومة الاحتلال السيطرة عليها وبناء وتوسيع المستعمارات الإسطنية الوثيقة الواقعة في ست صفحات تتحدث عن قيام الاتحاد الأوروبي بترسيم خارطة للأراضي في مناطق جيم والعمل قانونيا على إثبات ملكيتها الفلسطينية ومراقبة النشاط الأثري الإسرائيلي لأنه إحدى أدوات فرض السيطرة الإسرائيلية والعمل من خلال مشاريع ودعم قانوني على دمج مناطق جيم مع مناطق ألف تحت السيادة الفلسطينية وبال خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية فيما أعلن وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع سموتريج أنه سيطلق فور تسلمه المنصب حملة لهدم البناء الفلسطيني في مناطق جيم ويعمل على ضم الضفة لإسرائيل هذه هي العلامة الأولى لما ينتظرنا من توطر ومواجهة بين الحكومة الإسرائيلية العتيدة مع الدعم الأوروبي والأمريكي للفلسطينيين في منطقة السيادة في الضفة الغربية إسرائيل ترفض تقليديا أي دور سياسي لأوروبا في عملية التسوية وتسر على انفراد واشنطن في إداراتها رغم أنها لم تعد قائمة منذ سنوات لا تخفي الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وشيكة الولادة أنها ستعمل على ضم الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل وإنهاء حل الدولتين على الأرض ويبدو أن العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية المتفجرة الطبيعة ستظل تدور في فلك التعقيد والتصعيد زياد حلبي العربية الضفة الغربية المحتلة